فريق رجاء بني ملال أكيد أنه اليوم مباراة أمام الكبير فريق رجاء البيضاوي وبالتالي يعون كثيرا على هذه المواجهة من أجل أنه تكون من الدعم من أجل تقديم مباراة جيدة للطرفين إذن لحظات وسيحطي الحكم انطلاقة هذه المباراة كما كنت تعرفوا بأنها بين فريق الرجاء البيضاوي وكذلك فريق رجاء بني ملال وبالتالي تحقيق ثلاثة نقاط جد جد مهمة بالنسبة للرجاء للمصالحة من العجل الغمائية ولكن كل كارب لأنه فريق رجاء بني ملال يقدم عروض جيدة ولكن الفريق مر بأنه الإصابات هناك إصابات يتم التعامل معها بطريقة نخصة لأنه مستواب لذلك يكون جد مهم وأنه الفريق عنده مباراة كوية خطيرة هذا المحاول للفريق الرجاء البيضاوي كانت محاولة خطيرة في تجاب المرونغو ولكن كان هناك تصدي جيد لحارس فريق الرجاء بني ملال فضل لقطة الأخيرة وبهي الهجمة تهيئ الهجمة ومحاولة بأجل البحث عن ممرات في دفاع فريق الرجاء بني ملال سنتابع من خلال هذا المحاولة خطيرة جدا خطيرة خطيرة هذا المحاولة الأخيرة حميد أحداد من خلال هذا المحاولة الأخيرة كان فريق دربانون وزرزوري وأيمن مجيد يتدخل من خلال هذا المحاولة الأخيرة محاولة لبعاد وضربة جزاء ضربة جزاء الحكم الحكم يقول ضربة جزاء إذن ضربة جزاء إنشام التم سماني في حدود الدقيقة الخامسة والعشرين في حدود الدقيقة الخامسة والعشرين الحكم التم سماني يقول ضربة جزاء لصالح فريق الرجاء البيضوي سنتابع أيمن مجيد في الإبعاد هذه اللقطة أكيد من أجل التأكد وبالتالي من هذه اللقطة وفي مشروعية القرار وبالتالي الاعتماد على تقنية الفيديو المساعدة من أجل الحسب مدى سيكر يلغي ضربة جزاء التي كان قد أعلن علىها وبالتالي عبد الرحيم الشاكير إذن عبد الرحيم الشاكير وبحاول الخطير وبالتالي عبد الرحيم الشاكير إذن عبد الرحيم الشاكير ومحاولة خطيرة عبد الرحيم الشاكير ومحاولة خطيرة هذه كانت محاولة خطيرة لفريق الرجاء البيضوي من خلال هذا الدرمة التابتة على خيرا بعد ما كان فرادو تموضع شيء فأجيد بأنه فرق كبير مدين لعب متابع الأمانو محاولة مجيد كان في المتابعة في المحاولة الأخيرة تمناه بأن المباراة تبقى في طرار رياضي وله دائم اللاعبين بالأنبيل مالونغو كيفاش كان يبحث عن التسديد وبالتالي هذا شيء كان يؤكد بجعله مرة أخرى من أحغاد مرة أخرى تعود الآن سوية العميلي كان غائب كل هذا الجول الأولى ابحث الآن عن اكترات رحيم خطيرة خطيرة هذا المحاولة لعب رحيمي اللي يمكن قول بأنه عانى لمرين في الرواق الأيصر وبالتالي غير الوجهة من خلال هذه المحاولة وحاول توظيف السرعة لكن كما قلت بأنه كان هناك شاهد ومحاولة الآن البعث وتعود مرة أخرى فابريس سانقا شك الخطورة من هذا الجيع ليصنوا لكن الزلوري هيتم الآن هيتم يبحث عن المرور وتعود الآن دائما لفريق رجاء مريمالال التسديد لكن تسديد فريق رجاء البداوي وسيبحث عن المباغة بين الفين والأخرى سنتبه الآن التمرير كانت ممتازة ونحن بعيدا شيئا ما من بعض البانو سيقاوب أكتر وسينادل أكتر من أجل السمرار في الأداء الجولة الأولى والذي تمكنه هو عن نجوم كذلك مروا في تاريخ الناديين سنتبه الآن هذه محاولة دائما سالح فريق رجاء مريمالال هذه كانت تسديدة أو أولى المحاولات لفريق رجاء بني ملال كانت متابعة لفريق رجاء بني ملال كان زرزوري كانت تمرير خاطئة تعود الأنزل محاولة تسديدة وكان هناك سوتة فهما بين لعب وحارس رجاء بني ملال أعتقد بأنه القرى هذه تخرج غارج كانت في أحد لعبي فريق رجاء تسديدة بني ملالونجو يبحث عن تسديد ولكن كان تدخل جيد للحارس أيمن مجيد من خلال هذه المحاولات كما قلت بأنه محاولاتك تبقى فرضية من خارج مربع العمليات وبالتالي فبين ملالونجو يرفع قراشا الميداوي مدعو بأنصاره يسعى للضغط من خلال هذه المحاولات الخيرا دائما محاولات الآن بني ملالونجو يبحث عن اختراع دائما ملالونجو يبحث عن ضربة ثابتة يبحث عن ضربة ثابتة راحيمي سنتابع راحيمي يرفع قراشا يسعى سوفيا راحيمي قلت بأنها ضربة خطأ من مكان يمكن أقول بأنه بسهولة اختار ورفع القرى من وراء الجدار أين المحاولة لأنه كان حقق كلها في الجدار وبالتالي ترفعت القرى وحقق الهدف لفريق كراشا الميداوي بأنه تيري على ورد كراشا كورا الآن وراء بطربانون بطربانون تنصف البيضاوي من خلال هذه المحاولة الأخيرة جزاء محمد زريدة وألوردي بكل ثقة يسدد بقوة رغم ذلك كانت متابعة جيدة لحرس أيمن متابعة الآن مرة أخرى يسين الصالحي وكذلك أنس أزنيتي يسين الصالحي ويسجل إذن يسين الصالحي يسجل الهدف لكن لم ينسى كما أشار والهدف إذن تقليص الفارق في إشارة لاحترامه لتقديره لأنصار فريق الرجاء البيضاوي إذن دائما مشاهدنا الكلام متغير خلال هذه المبارات فريق رجاء بن ملال يقلص النتيجة إلى هدفين لواحد من خلال نقطة الجزاء سنتابع هذه الدقائق القادمة